بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء لما بيجي حلقة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فحس بأن احنا ما ينفعش نبدأ الحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ونحن بنسلم عليه السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا قوت القلوب السلام عليك يا بابنا على المحبوب الباب باب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم باب لا يغلق ولذلك كل ما تقرأ وتنادي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول له يا بابنا على المحبوب تجد حاجة غريبة قوي قوي تجد أن الله سبحانه وتعالى يفتح عليك ويبارك لك في فهمك عن حضرة النبي النهاردة نتكلم عن حديث من جوامع كلم الرسول الله صلى الله عليه وسلم وبيحط معاني أخلاقية ومعاني إنسانية وحياتية مهمة جدا جدا نصب عيوني الحديث النهاردة هو حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لنا كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى يعني لابد أن ننظر إلى شيء مهم جدا جدا في هذا الحديث لازم تفهم أن دي عطية محمدية يعني إيه؟ عطية ربنا أعطاها للأمة كرامة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإزاك رسول الله عشان تفهم الكلام ده يقول لي كل أمتي مش كل الأمم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى وعشان كده يتأكد بقى المعنى ده في إيه؟ من أطاعني دخل الجنة يعني بقى عشان هو من أمتي ومن عصاني دخل النار يبقى إلا حاصل ومن عصاني فقد أبى أبى أنه يدخل للجنة وهنا بقى بيبقى كلام مهم جدا 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 أني كرامات وعطايا الله لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد ولا تحصن مش بس أعطيته خمسا في رمضان ده خمسة في رمضان بس إن زي مثلا إن الله تجاوز لي عن أمتي كتير بقى حاجات كتيرة أعطاه لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كرامة لحضرة النبي من أجل ما أعطاه الله سبحانه وتعالى لحضرة النبي هذه البشرة هذا الحديث الواسع هذا الحديث الكريم اللي أي واحد فينا يسعد ويفرح به كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى فلما سألوه ومن يأبى وفي حد يأبى في حد عاقل يا رسول الله يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أبى أن يدخل الجنة وذلك الحديث النهاردة في معاني من أروع المعاني اللي ممكن نعيش بها في حياتنا زي مثلا إن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي وكونك من أمتي يجب لك الجنة وده شيء مهم إن في ناس مش عايزة تكون من أهل الجنة آه الحديث بيقول لنا إن في ناس مش عايزة تكون من أهل الجنة يعني إيه هي بتأبى إن هي تكون من أهل الجنة وده معناه إن في وجه كده لازم نفهمه من كلام العلماء لما بيشرحوا المعنى دي وبيشرحوا كلمة الأمة وإيه المقصود بيها وهل الأمة هي أمة الدعوة وسائلتها اللي يأبى يدخل النار هم غير مؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمة الإجابة وبناء على ذلك هيكون اللي يأبى هو البعيد عن رسول الله وأخلاقه لكن بيعجبني إن لفظ الأمة ليه أربع معاني في القرآن الكريم المعنى الأول يطلق لفظ الأمة ويراد به الدين فقوله تعالى إن وجدنا آبا أنا على أمة يعني إيه؟ على دي طيب والمعنى الثاني تطلق كلمة الأمة ويراد بها الرجل المطيع لله فقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة وسعد بنسميها الرجل للأمة إيه اللي حاصل؟ إنسان واحد بس بأمة المعنى الثالث اللي موجود إن هي تطلق على الجماعة فقوله تعالى وجد عليه وجد عليه أمة من الناس يسكون يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى الأمة هنا يعني جماعة ولقد بعثنا في كل أمة رسولة يعني جماعة يبقى عندنا إيه؟ تلات معاني لغاية دلوقتي المعنى الأولاني الأمة بمعنى الدين المعنى الثاني الأمة بمعنى الرجل اللي هو بأمة والمعنى الثالث يطلق على الجماعة والمعنى الرابع بقى هو يطلق بقى ويراد به الحين من الدهل قال قوله تعالى وقال الذي نجى منهما وادكر بعد أمة يعني إيه؟ افتكر افتكر إمتى؟ في قصة سيدنا يوسف مع الاتنين اللي عبر لهم الرؤية في السجن هو افتكر بعد أمة بعد أمة يعني بعد حين من الدهل هل ممكن يبقى فيه معنى بيجمع المعنى للأربعة دول؟ معنى يشمل الأربعة الحاجات دول؟ آه إن الرجل اللي بيتبع سيدنا محمد في كل خطوات حياته ويلتزم أوامر هذا الدين يعتبر وحده أمة ويتصف بصفات إنه بيجمع الناس في قلبه ويكون أمان لللي حوله وبكده يتحقق ليه إنه إيه اللي حاصل وإن تطوعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى هنا معناها إنه بقى أمة عشان كده فيه صنف من الناس اسمه الشخصية الانتقادية هنا بيبقى بنشوف إيه اللي بيخلي الإنسان ما يبقاش شخص أمة شغله الشغل للرفض والمعندة والتضاد وممرسة الرفض وممرسة الإقصاء وممرسة منع الناس من التعبير على رأيهم ورفضهم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن فيه ناس هترفض إنهم يدخلوا الجنة عارف أنت كان عندنا زمان شخصيات حتى كاريكاترية كده شخصيات كل اللي بتعمله بس إن هي سائمة كرهة إنسان كده غاضب حانق طول الوقت صحيح الكلام كده كان غريب على مسمع الصحابة هو معقولة فيه حد يقبى لدرجة إن الصحابة استفسروا هو فيه حياة كده دايما بتبقى لما هو دوت نوع من أنواع بلاغة رسول الله إن ويأتي بشيء غريب بس هو شيء شديد الواقعي كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قال ومن يأبى يا رسول الله مين ده اللي ممكن تكون حضرتك عايز يدخل الجنة هو مش راضي وبيعترض فوصف لنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشخص من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى تعالى أقول لكم واحد مشهور قوي 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 كان عمل حاجة سيئة جدا رسول الله قسم القسم ما بين الصحابة جات العطية وجاه الرزق فقسمه صلى الله عليه وسلم ما بين الصحابة فام واحد كده الواحد ده وتشكله بين عليه صفات قلبه مبرأ مكفهر الوجه صوته كده في حدة فقال لرسول الله اسمع بقى قال له ايه بأبي أنت وأم يا رسول الله العظيم أنا كل ما بجي أقرأ هذا الكلام في هذا الحديث أقول سبحانه من جعل رسول الله يؤدب أصحابه فيؤدب سيدنا عمر مساء إزاي مش هياكل ده بسنان فالراجل ده جاي بيقول لرسول الله فقال له اتق الله فهذه قسمة لم يرد بها وجه الله ينهر بيض ينهر بيض هو الرسول الله يتقال له كده هل ده متبع لرسول الله لا للأسف ولزيك إيه حاصل فقال له رسول الله من يتق الله إذا لم أتق الله أنا وبعدين بعد ما قال الكلمتين اللي قالهم دولة بكل عطلية كده وكل ولا عزوا بالله بشاعة بشعة فرسول الله قال إنه سيخرج من ضئر هذا من يمرقون من يدين منوق السهم من الرمية ففي آه في حي للأسف في تلاتة وقفوا على باب حضرت النبي فاستقلوا عبادته والرسول الله قال لهم قال لهم إيه حضرت النبي قال لهم من راغب عن سنتي فليس مني ما يطلبش بقى كل الكرمات والهبات اللي ربنا إداها لأمتي هو راغب عن سنتي خلاص مش عايز سنتي فالشخص اللي مش هيمشي على سنت رسول الله زي الشخص اللي بيقنت الناس من الله ورسول الله يبرغب الناس في الله رسول الله سلم يروع عن رب العزة لو جئتاني بقراب الأرض خطايا جئتك بقرابها مغفرة لكن يجي الواحد لا ويبتدي بقى يعمل توليفات ملهاش علاقة خالص بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضرة النبي يخلي الراجل المجلود في الحد يقول إنه ما زال يحب الله ورسوله والتاني يقوله على فكرة أنت مش مؤمن لأنك عاصي فده مش متابعة لسنة رسول الله أبدا ده مش متابعة لحضرة النبي مش مطيع لرسول الله المطيع لرسول الله يحب بالناس في الله ويجعلهم يقبلون عليه ولذلك موطوع بتعرفض الحق والإصرار على الباطل ده مش غريب ده موجود في القرآن وتلاقي على لسان مؤمن قال لي فرعون ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار طب يعملوا إيه با تدعونني ليه لأكفر بالله هم بيدعوه إلى هذا بيدعوه إلى هذا فهو لازم إحنا عارفين إن فيه ناس بتأبى وناس سيصل بهم الحل إلى حاجة أخطر يبقى أخطر شيء ممكن يؤدي إلى شقاء الإنسان إنه هو يضل يضل عن مين عن اتباع الحق اللي رمزه الأكبر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ففيه أفا خطيرة جدا وهي الاستكبار وإن واحد يشوف إنه خلاص ما حدش هيأتي بأبعد ولا بأحسن مما أتى به وعشان كده ممكن نشوف ده أحد أهم أسباب ترضي إبليس من الجنة وترضه من رحمة ربنا وليد جاء في الأثر اللهم أرين الأشياء كما هي ليه كما هي عشان لا نرىها نرى أنفسنا أكبر من كل شيء وعشان كده كان من أدعية السلف اللهم أرين الحق حقا ورزق الاتباع وأرين الباطل باطل ورزقنا اجتنابة لأن فيه ناس كتير بتصاب ولا عيزوا بالله بعمى عن رؤية الحق وزيك أهل الله دايما يشوفوا الحق وفي حالة بيحصل إنه هو يشوف المجتمع كله ويشوفوا إنه هو مصر على الباطل ما هو وضوح الحق فيهم لكن فيه ناس بتشوف الحق وترجو إن الناس تشوف الحق ويتسبقهم إلى الحق زي ما الإمام الشفعي يقول ما جلدلت أحدا إلا وسألت الله أن يظهر الحق على يديه وعشان كده للقرآن أمرنا بالتقوى وعمل الخير لأنه ده بيحقق اللعب حاجة اسمها فرقان يعني يجعله يقدر يفرق ما بين الحق والباطل اسمع كده قوله وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم فلما ربنا يريد بأحد خيرا يكرمه بهذا الفرقان اللي من خلاله ربنا سبحانه وتعالى يلهم العبد الرشد ويعينه على شرور النفس الأمارة بالسوء وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثل لأشخاص لما عرفوا الحق وظاهر ليهم اتبعوه فنفعهم في الدنيا وفي الآخر في حديث حسين الخزاعي رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم كم تعبدوا إلها قال سبعة ستة في الأرض وواحدا في السماء قال قال فأيهم تدعو لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء قال أما ولو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك فلما أسلم حسين قال يا رسول الله علمني الكلمتين التي وعدتني فقال قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي شف كده هذه الدعوة العظيمة لحظت النبي صلى الله عليه وسلم علمها له وكمان ايه يعلمها لينا اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي إلهام الرشد والحماية من شرور النفوس من أعظم الأمور التي تعيني الإنسان على قبول الحق والخضوع ليه وترك المكبرة والعناد وعشان كده من أوضح الأمثلة اللي احنا ممكن نشوفها العطراض والإباء قال الأخنس ابن شريك يوم بدر لأبي جه يا أبا الحكم أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب فإنه ليس هاهنا من قريش أحد غيري ما فيش حد لا يوجد حد من قريش أحد غيري وغيرك يسمع كلامنا فقال أبو جه ويحك والله إن محمد اللي صادق وما كذب محمد قط ولكن إذا ذهبت بني قصي باللواء وبالحجابة وبالسقايا وبالنبوة فماذا يكون لسائر قريش فأبو جه عارف إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم صادق ده مش عارف كده بس ده عارف إن مستحيل إن سيدنا محمد يكذب بس هو بيقول لك إيه لو راحت لو خدوا كل حاجة خدوا السقايا والحجابة وخدوا كمان كل الخدمة وخدوا كمان النبوة إيه اللي فضل لقريش تبقى عندها في القبائل وماذا ذلك يأبى الإسلام ويأبى إلا أن يكون في النار وعشان كده استحق عن جدارة لقب أبي جهل فهو أبو جهل فين ليه لأنه عرف الحق وأعرض عنه فده نموذج واضح جدا لقوله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى فقال ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى طب نعمل إيه بقى عشان نكون متابعين لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وندخل في زمرته أنا متصور إن إحنا في خمسية كده لو عملناها عن نبقى مع حضرة النبي ونبقى في زمرته صلى الله عليه وسلم أول حاجة في الخمسية دي عشان نبقى متابعين لحضرة النبي إن إحنا نحبه مفيش حد يتبع حد من غير ما يحبه وعشان كده إحنا محتاجين نقرأ عن حضرة النبي كتير ونعرف جماله ونعرف إزاي حبه يوصل إنه يتغلغل فينا فنتحقق بقوله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله هو ده أول حاجة حبوه علموا أولادكم محبته وإنتوا حبوه بعد ما تحبوا صلى الله عليه وسلم لازم تتعلم سنته صلى الله عليه وسلم يعني إيه تتعلم سنته وكان العلماء فكروا في تفكيرات حل وقوي يبقى تحبه وتتعلم سنته فقال العلماء قالوا إيه بقى قالوا أن أعمل لك حاجة في ورد في الأثر كده من حافظة أربعين حديثا على أمتي إيه اللي حاصل دخل الجنة فإيه اللي حاصل فالعلماء عملوا بهذا الأثر فجمعوا أربعين حديث زي ما عمل الإمام النووي كده فالروح نقرأ حديث الأربعين النووية ونشوف حد من علماء شرح يبقى نحب رسول الله عليه وسلم ونسمع شرح حديثه ويا سلام الأربعين حديث دول لهم أربعين حديث نووية دول دول أربعين أصل من أصول الحياة فنعمل كده الحاجة الثالثة اللي احنا نعملها كمان إن احنا لابد يكون لنا كل يوم خلق من أخلاق رسول الله نتخلق به دي بقى احنا نعمل خلق من أخلاق رسول الله النهاردة أنا هسمع الناس كويس زي ما رسول الله كان بيسمع الناس كويس النهاردة هقول للناس كلمة حلوة النهاردة هعمل كده وأفضل أمشي في ده على طول ممكن أمشي بشكل طولي أفق شكل رأسي وممكن أمشي بشكل عرضي شكل أفق رأسي يعني إيه أخد خلق كده وأفضل فيه طول الأسبوع طول الشهر طول السنة وممكن أعمل إيه أخلي أخلاق وارجع لها تاني وارجع لها تاني لغاية ما الأخلاق دي تبقى أتعجن بيها كده قلوا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وإنما بعثته لأتمم مكارم الأخلاق فهو دي تالت حاجة رابع حاجة وده شيء مهم جدا 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 إن أنا دايما أتكلم عن حضرة النبي أذكر جماله وأذكر حلوة أخلاقه وأذكر صحبته وأذكر عمله يبقى إيه اللي حاصل أتكلم عن حضرة النبي كتير وخاصة مع أولادي وخاصة مع أحبابي املوا مجالسكم بالكلام عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وجمال أخلاقه وجمال محبته وإزاي ربنا سبحانه وتعالى أكرم هذه الأمة بكرامة هي أعظم كرامة ويا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم آخر حاجة إن نحن نعملها نكتر من الصلاة على حضرة النبي جدا 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 نكتر على الصلاة على حضرة النبي عشان حياتنا تتملي نور وبركة وهداية الخمسة دولة ممكن يكونوا سهلين جدا جدا على أي حد عايز يبقى مع حضرة النبي ويطيع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يحبه فيسمع عنه كتير تاني حاجة يتعلم سنته تالت حاجة يتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم رابع حاجة يتكلم عنه كتير غاية ما يشوفه في المنام ويعيش معاه وآخر حاجة أنه هو طول الوقت يصلي عليه صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم عسى أن صلاتنا تصلوا ويقبلنا أننا نكون معاه وربنا سبحانه وتعالى يوفقنا ونكون ممن أطعوه فدخلوا الجنة معه يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين فاصل ونرجع عشان نقرأ السئلاتكم اللي تلقناها على صفحتنا صفحة من نامج ولا تعسروا ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل موسيقى رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيس بوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلاتكم المباركة ونجيب عليها ونخصص لها وقت زي الوقت اللي احنا هنجيب عليها على أسئلاتكم دلوقتي وتعالوا نسوف أول سؤال وصلنا بيقول إيه أول سؤال وصلنا بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا متجوزة بقالي أربع سنين ومعايا ولد عنده تلات سنين ومشكلتي مع جوزي إنه مش بيشتغل ولا عندنا دخل ثابت بيشتغل شهر ويقعد أربع شهور وهكذا وعلينا ديون ولا حد ولا حتى عاوز يخليني أشتغل وأجيب مصاريف للبيت أنا تعبت من العيشة دي أنا عاوز أتطلق منه وأشوف حالي السؤال ده شوية مركب هي بتسألني عفترض أن هي بتسألني ثلاثة أسئلة السؤال الأولاني أنا هينفع أتطلق منه وعلى الجد هيكون ظلم لي والأولادي الحاجة التانية السؤال التاني اللي بتسأله لي ههو حلال اللي هو بيعمله ده السؤال التالت طب نعمل إيه عشان نحل المسألة اللي احنا فيها دي تعالوا نبتدي بالسؤال الأول هو حرام علي أن أنا أسيبه هو الواجب عليك في الوقت اللي احنا فيه ده أن أنت تحاول تصلح بينك وبينه ليه لأنه مش بالنفقة بس بتتبني البيوت النافقة مهمة وترك النافقة ظلم والمرأة لو طلبت أنها تطلق لأنه لا ينفق عليها مش هتكون عليها إثن بس احنا لازم نسير في طريق إصلاح ذات البين ده الواجب اللي علينا فواجب عليك أن أنت تحاول تصلاحي ذات البين إيه بقى نصلحها إزاي بقى أنا شايف أن فيه حاجتين ممكن نعملها عشان تخلينا تساعدنا في السؤال التالت اللي هو إصلاح ذات البين ونتكلم عنه ساعتها بتقولي لي أعمل هل إيه اللي أنا أعمله دلوقتي واجب عليك أن أنت تحاولي تغيري من زوجك تغيري إزاي نشوف شخص له تأثير عليه ونخليه يكلمه على أنه هو كده هيخسر كل حاجة هيخسر نفسه هيخسر أولاده هيخسر زوجته فلازم حد يكلمه بهذا المنطق طيب ده السؤال لا أولاني السؤال التاني هو إيه اللي بيعمله ده حلال اللي بيعمله ده أكيد إذا كان هو قادر على الكسب وهو مظهر أنه يشتغل شغلانة معينة والشغلانة معينة دي هو قادر يشتغل شغلانات تانية ومشتغلش وسايب أولاده يتعرضوا لخطر هذا حرام هذا حرام لأنه الحرام اللي عليه أنه لا يأتي بنفقة للبيت وهي بتقول ما عندناش دخل ثابت وإحنا مش عايزيه مش عارفين نعيش فيبقى حرام عليه أنه لا يكفي بيته وهو قادر على كفايتي لأنه كلكم راعنا وكلكم مسؤولون عن رعايته وده حرام ليه لأنه هو بيقع في تضيع أهله إن من أعظم الإسم أن يضيع الرجل من يعول فده إسم عظيم فلا يجوز ده الحاجة التالتة هي نعمل إيه بقى نعمل اللي أنا أشرت إليه في أول الجواب على السؤال ده أول حاجة زوج حضرتك يحاول ينوع من مصدر دخله يعني يشتغل شغلنا تانية ويشتغل شغلنا تانية ولو هو مش مستعد لها نضغط على نفسنا ونتعلم لها نتعلم أصول مهنتة ونروح نشتغلها يعني إيه ما ينفعش بأي حال من الأحوال إنه إحنا نسيب الحال زي ما هو ده لأنه ده نوع من أنواع إفساد الحياة يبقى هو لازم يعمل إيه يروح يتعلم صنعة إضافية عشان يساعد هذا البيت هذا هو الأول الأمر التاني إنه إحنا عايزين ببساطة خالص نقرب من بعض يعني أنت هو تقربه مع بعض وتكلمه مع بعض إزاي تحلوا مشاكلكم لأن احتمال كبير يكون هو عنده اكتئاب أو عنده شيء نفسي أو عنده إحساس بإنه هو في الأخ خالص الدنيا كلها ما فيهاش حاجة كويسة فليه نشتغل وليه نتعب فإحنا نساعده على إنه يخرج من اكتئابه دوت ولو أدى ذلك إن إحنا نحتاجين إن إحنا نروح به إلى طبيب دوت الثلاث حاجات اللي أنا شايف إنه هم بالمناسبة بتكون مناسبة عشان نخرج من الحالة اللي إحنا فيها دي السؤال اللي بعد كده بيقول أختي في كرب جامد قوي وجوزها أخوه ضربه وكسر له كتفه وبيتبلع عليهم وبيفتري عليهم حضرتك تنصحنا نعمل إيه ولا ندعي نقول إيه أنا شايف إن الحاجة دي محتاجة إجرائين الإجراء الأولاني إذا كان في تعدي وفي خطر على الموت يبقى لابد إن إحنا نوقف ده بقوة الإيه بقوة القانون والأمن يعني إيه يعني ببساطة ما حدش يسمح لحد إن هو يعتدي على حياته ويوقف ساكت ده مش من حق مش من حقه إن هو يسيب حد يعتدي عليه إلى هذا بالعكس ده نوع من أنواع القاء النفس في التهلكة وده تمس صح وده تلا يرضي الله سبحانه وتعالى ولذلك هو عليه إن هو ياخد موقف قوي لحماية نفسه وحماية بيته ده أول شيء لابد إن هو يعمله هل ده حرام؟ لا الحرام اللي بيعمله أخوه عندما يعتدي عليه ويكسر له كتفه ده هو ده الحرام اللي ما يجوز إن هو يعمله الحياة التانية اللي إحنا لازم نعملها ببساطة إن إحنا نبعد عن محيط إمكانية إن يحصل الاعتداء ده لأن الاعتداء ده على فكرة ما بيقزيش الزوج بس تب يقزي الأولاد وبيبوز نفسيتهم وبيحسوا إن الحياة كلها فساد إذا كان عموهم بيعمل في أبوهم كده فبيحسوا إن الحياة فلابد إن إحنا نبتعد عن البيئة دي البيئة دي نبتعد عنها نبتعد عنها بشكل أو بآخر الحاجة التالتة اللي ممكن تنصحي بيها أختك وهي ببساطة خالص إن هي تقرب من زوجها ويعرفوا هما الاتنين إزاي يساعدوا بعض على إنهم يكونوا أقوى ويكونوا قادرين على مواجهة ذلك ويستمدوا في ده مدد ربنا سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى الله يدافع عن الذين آمنوا فيكونوا متأقنين إن الله بيدفع عنهم ويكونوا عندهم قوة والاتنين يساعدوا بعض عشان يقفوا ومتمسكين بمدد الله سبحانه وتعالى وأبشروا فمدد الله سبحانه وتعالى لا يقهر وفضله لا ينتهي ورحمته واسعة كل شيء يا رب أكريم ومجعلهم يا ربنا في رضا فاصل ونرجع تاني نكمل أسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعنا أسئلتكم المباركة وبنكمل أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بنامج ولا تعسروا ووصل لنا سؤال بيقول هل الزوجة يجب أن تكون منكسرة عشان ترضي زوجها أو أهلها أنا تقال لي كتير لازم تنكسري على طول عندي سؤال يا شيخ ربنا عز وجل بيقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا دايما على طول خايفة من لقاء الله وخايفة يكون مقصرة وخايفة نكون والعياذ بالله من أصحاب النار فكيف يا شيخ أحقق الآية الكريمة ولمن خاف مقام ربه جنتان وبين حسن الظن بالله وكأن دول سؤالين نجيب نجاوب عليهم بشكل مفصل شوية أول سؤال هو الإنسان لازم يكون منكسر وكأنها بتقول كده الإنسان لازم يبقى مهان لازم يبقى زليل لازم يبقى لأ فيه فرق ما بين حكتين أن فرق ما بين الطاعة الرشيدة من المرأة وفيه فرق ما بين امتهان المرأة المرأة تطيع زوجها في المعروف وتطيع زوجها فيما يرضي الله بغير مهانة يعني إيه بغير مهانة هي لا تنكسر إلا لله لكنها حسنة الخلق لما اتطوع زوجها بتطوع زوجها مع حسن الخلق مع حسن الكلام مش بتطيع زوجها على أن ده شيء إجرائي بتعمله لكن هي بتطيع زوجها لأنها ترى أن زوجها محراب تتعبد الله فيه فهي في الحقيقة وأن هي بتطيع زوجها لكنها بتطيع الله في زوجها فهي بتطيع الله سبحانه وتعالى في زوجها ولذلك مش مطلوب منها أنها تكون منكسرة بمعنى أنها تكون زليلة أو مهانة لا ما حدش طلب منها ده لكن المطلوب منها أنها يعمل إيه تطيع زوجها في المعروف ليه لا لأن إذا كان المرء يحب لا يؤمن أحدكم حتى حتى يحب لأخي ما يحبه لنفسي وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إنه لو كنت أنت مكانه كنتها تتمنى إيه إن أنت يستجيب ليك هو نفسك نفس الكلام يبقى ربنا جعل طاعتك لزوجك باب من أبواب الإيمان طب أطيعه في إيه تطيعيه في الطاعة قال لك بلاش غيبة ونميمة يبقى بلاش غيبة ونميمة قال لك بلاش تبقى تكلمي فلان يبقى بلاش تكلمي فلان مدام فلان دوت راجل سيء الخلق يبقى إذن عن طيعه في الإيه عن طيعه في المعروف الأولاني كانت معصية والتانية كانت معروفة نكلم الناس بس نكلم الناس بالمتعارف عليه ما يجيبش علينا شر ويفتح علينا أبواب الضر في البيت فدي اسمها طاعة رشيدة إن أنا أبص إلى ما يطلبه مني بعين أنني أتقرب إلى الله زي ما هو بينفق تقرباً إلى الله لا من حقه يمن ولا من حقه يأذي ولا من حقه يتفضل ده هو ربنا أمره بدا فيعمل الكلام ده بتطيب خاطر ولا في من ولا أزه وأنا دايماً بقول إن جاكان الزوج بيعمل الواجبات اللي عليه بفضل يعني مش بيعمل حاجة ويقف لا بيعمل حاجة ويتفضل الله سبحانه وتعالى يكرم ويفتح فتحاً عظيماً سبحانه وتعالى يبقى ده معنى الطاعة السؤالك بقى لأنني شامل فيه ريحة المسألة المهنة لا مش لازم الزوجة تبقى مهانة لا للزوج ولا للأهل والطاعة غير المهانة الطاعة معناها إيه إن في حد بيعني على حكتين يعني على الاتزان ويعني على زيادة الإيمان اللي هو مين؟ الزوج هو ده معنى طاعة الزوج إن واحد بيعني على الاتزان ويعني على الوصول لزيادة الإيمان بس ده السؤال الأول السؤال الثاني بقى والسؤال بقى عن إزاي الواحد فينا لأنه واضح واضح إن هنا بقى فيه هنا خوف قرى بيبقى الخوف ده متعب خوف يفسد الحياة إزاي نجمع ما بين ولمن خاف مقاما ربه جنتان ومسألة حسن الظن بالله الخوف من الله يجعل الإنسان يزداد رجاءا في الله يعني الخوف من الله يجعل الإنسان يزداد رجاءا في الله سبحانه وتعالى يعني إيه يعني الذي يخاف من الله هذا لا يرتعب من الله ولكن يخاف من الله بمعنى أنه يخاف ألا يرضى عنه الله لأننا دايما بتكلم على طائر اسم طائر النور رأسه المحبة وجانحاه الخوف والرجاء فيعني إيه خوف هو يخاف من حبيبه لا يخاف من عدوه فخوفه من الله مش خوفه ممن يتربص به وخوف ممن يحبه فيخاف ألا يرضى عنه هو ده ولذلك لو أني الخوف معناه الرعب من أجل الخطأ يبقى الذي يطيع لماذا يخاف الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم إيه وجلة طب هو خايف ليه ده بيطيع واحد زي سيدنا أبو بكر خايف ليه خايف من أن حبيبه لا يرضى عنه ولذلك أكثر الناس وأعلى الناس خشى زي ما في الحديث في البخاري أعلى الناس خشى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك وكان يخشى يعني إيه يخشى الله يخشى ألا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى أفلا أكون عبدا شكورا ولذلك هنا شيء مهم جدا 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 إيه بقى الشيء المهم جدا جدا أن خوفنا من الله ليس رعبا وليس لأن الله يتربص بنا ولكن خوفنا من الله لأنه أنعم علينا ورزقنا فنخاف أن نكون عبيدة سوء نحن نريد أن نكون عبيدة إيه عبيدة أدب فمن خاف من تقصرنا ومن خاف من سوء أدبنا فمن خاف أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى عنه فلذلك اللهم إنا نسألك الرضا وما قرب إليه من قول أو عمل يبقى إليه حاصل فإحنا عايزين الرضا أن ربنا يرضى ونذلك الصحابة لما خافوا الله سبحانه وتعالى رضي الله عنه وردوا عنه يبقى الخوف من هذا طب ودوة ده يا سلام ده يحصل إزاي إن أنا بحسن الظن إن أنا لما أخاف من الله ربنا كريم ومش يتركني يبقى من أبواب الخوف من الله حسن الظن وخوف من الله يلجؤني إلى حسن الظن أنا خايف من الله سبحانه وتعالى ولكن أنا حسن الظن في الله إنه مش هيتردني إذن إيه اللي حاصل الخوف من الله لا يتعارض مع حسن الظن بالعكس لحسن الظن يأخذنا إلى الخوف من الله والخوف من الله يأخذنا إلى حسن الظن لأننا نتعامل مع حبيبنا ومولانا الذي يرزقنا والذي وعدنا بأنه يكفينا ولذلك فنحن نخاف من الله لا لأننا لا لأنه يتربص بنا ولكن نخاف من الله لأنه أجزل إلينا العطاء وأمدنا وفتح علينا فنخشى أن لا يرضى عنا فيا ربنا ارضى عنا واقبلنا واسع علينا واجعلنا من عبادك المقبولين يا رب العالمين واجعلنا في رضاك واجعلنا في حماك واجعلنا على الدواب في صحبة نبيك ومصطفاك الذي بيده مفتاح الجنة واجعلنا معه واجعلنا من أتباعه لندخل الجنة معه آمنين مقبلين عليك يا رب العالمين فرحين بأنك قد رضيت عنا وفتحت لنا أبواب رضاك عندما دلنا عليها حبيبك ومصطفاك اللهم صلي وسلم عليه واجعله يقودنا إلى محبتك على الدوام يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أكرمين يا أكرمين اشتركوا في القناة